أهلا بكم مشاهدين الكرام هل هناك حقيقة مصارف إسلامية أم أنها فقط تستبدل كلمة الفائدة بكلمة المرابحة وما هي الأدوات التمويل التي تستخدمها المصارف الإسلامية تواجه المصارف الإسلامية منافسة حقيقية من المصارف التقليدية وهو ما يتطلب منها إثبات وجودها والتصدي لهذه المنافسات والتأقلم معها ويتطلب منها أيضا عدم الجمود في المعاملات المالية والمصرفية والاعتمالية وبالرغم من حداثة القطاع المصرفي الإسلامي فقد تميز القطاع بتنوع المنتجات والخدمات وأبدى مرونة في مجال نشاطه بالتغيير والتجديد المستمر سواء على المستوى الداخلي من آليات العمل والصياغ التمويلية والخدمات التكنولوجية أو على مستوى المجتمع المالي والاقتصادي من متعاملين وأسواق مالية ناشئة ومنافسين لذلك تعتبر البرامج والأدوات الاستثمارية عملية أساسية وضرورية لاستمرار النشاط المصرفي وذلك لمواجهة التغييرات والتحديات المستمرة أهلا بكم من تديد مشاهدينا الكرام وأرحب بضيفي الدكتور محمد عبد الحي دكتورة في العلوم المالية والمصرفية أهلا بك دكتور حياكم الله أخي براء دكتور كي نستذكر ما تم الحديث عنه في الحلقة الماضية باختصار لو تعيد تعريف لنا المصرف الإسلامي باختصار المصرف الإسلامي أخي براء يمكن أن نجمله في كلمتين المصرف الإسلامي هو تاجر مسلم هو صناعي مسلم هو مستثمر مسلم ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه يعمل وفق ضوابط الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالاقتصاد هذا باختصار المصرف الإسلامي نعم هناك من يقول أن المصارف الإسلامية هي في الحقيقة مصارف ربوية ولكن أنشئت كي تقوم بجذب أموال المسلمين يعني تجد أن نسبة الفائدة تقريبا واحدة المدد متساوية ما هو السبب؟ حقيقة يعني أستطيع أن أقول بأن هذا الكلام يتردد كثيرا لدى كثير من الناس سواء من عوام الناس أو حتى الدارسين في كليات الإدارة والاقتصاد والسبب في ذلك أنهم لا يعلمون ما هو الفارق أو ما هو سبب العلة في التفرق بين عمل المصرف الإسلامي والمصرف التقليدي سوف أريد لك مثال وهذا المثال من خلاله سيتبين لنا ما هو وجه الحلال والحرام بين عملي كلا النوعين من المصارف لنفترض أنك ذهبت إلى أردت أن تشتري سلعة ما وكلفة هذه السلعة ونفترض مئة دولار الآن هذا التمويل تريد أن تحصل على مئة دولار لأجل مدته سنة وبتكلفة ولنفترض خمسة بالمئة هذه تكلفة التمويل بما أنه هل هي نسبة ربح؟ مئة دولار نعم خمسة بالمئة فائدة خمسة بالمئة ومدة سنة نسميها تكلفة حتى نميز لأنه لا يجوز أن نقول عن كل تكلفة أنها فائدة وهذه قضية هامة ولكن إذا ذهبت إلى بنك ربوي سيقول عنها فائدة دعني أشرح لك تماما إذن البنك الربوي بالنسبة له هي فائدة إذن أريد أن أحصل على تمويل لسلعة ما أو أريد أن أحصل على تمويل هذا التمويل مقداره مئة دولار على سبيل المثال لأجل بعد عام سأرد قيمة هذا التمويل وسأدفع تكلفة عليه بمقدار خمسة بالمئة أي خمسة طبعا هذه الحالة لها ثلاثة وجه قد تكون حراما وقد تكون حلالا وقد تكون إحسانا ما هو الفرق وكيف يكون ذلك لنتحدث عن الحلال والحرام لأنه يعطينا المقاربة والمفاضلة بين العمل المصرف الإسلامي والتقليدي إذا ذهبت إلى مصرف تقليدي أو إلى أي شخص وقلت له أقرضني مئة دولار وسأعيدها لك بعد عام مئة وخمسة هذه الخمسة هي فائدة وهي الربى المحرم في الشريعة الإسلامية وهذا هو الأساس الذي تعمل عليه المصرف التقليدية في جل أنشطتها إذن فهذه الحالة يكون الحصول على مبلغ مئة لأجل سنة وبكلفة خمسة والتي هي الفائدة حرام لنأخذ الحالة الثانية حين أحصل فيها على مئة لأجل سنة وبكلفة خمسة وتكون حلل انظر المدة نفسها مدة الأجل نفسها والكلفة نفسها وقد تزيد الكلفة أو تنقص إذا ذهبت إلى مصرف إسلامي وقلت له أريد أن أشتري سلع المصرف الإسلامي لا يعطي قرض وهذه القضية يجب أن تكون واضحة للجميع الحالة الوحيدة التي يقدم فيها قرض هو القرض الحسن والقرض الحسن أن أعطيك مالا لأجل من غير مقابل وهو إحدى الخدمات الاجتماعية التي يقدمها لكن إذا ذهبت لأحصل على تنويل سأقول أريد أن أشتري سلعة بمئة فيقول لي أريد أن أشتريها مرابحة نأخذ مثال المرابحة كأحدى صياغ التنويل فيقول لي ما هي السلعة وما هي مواصفاتها أولا أفضل أني دللته على مكان السلعة وكانت لديه وباعها لي ثم قمت بالسداد له بعد عام 105 إذن لا مشكلة أنجر الأجل نفسه التكلفة نفسه لكن ما هو الخلاف الحالة الأولى كان هناك نقود ثم نقود الحالة الثانية كان هناك نقود سلعة نقود أي نستطيع القول باختصار هذا هو أصل الفارق بين الحلال والحرام وبين عمل المصارف الإسلامية والتقليدية أن تدخل السلعة وسيطا في التبادل أي أن تكون العملية نقود سلعة نقود وهذا يحقق توازن اقتصادي بين الكتلة السلعية والكتلة النقدية وهذا ما ورد في القرآن الكريم وعلى أساسه بني الفكر الاقتصادي والإسلامي وفي قوله تعالى في سورة البقرة وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَعَ وهذا هو الفرق بين البيع وبين الربا البيع هناك سلعة وهذه السلعة إذن قيمة اقتصادية حقيقية بينما الربا مال بمال إذن أستطيع القول باختصار وبصورة عامة إذا دخلت السلعة وسيطا بشكل عام إذن انتفت الحرمة هذا بشكل عام طبعا هذا الكلام له تأصيل وتفصيل لكن نتحدث بشكل عام هناك من لن يقتنع رغم هذا الكلام ولا أستطيع أن نقول لهم إلا قوله تعالى فَإِنْ لَمْ تَفَعْلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ماذا قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْرِبَى إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفَعْلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إذا أردت أن أكمل نعم تفضل الشيء الذي أعلن عليه الإسلام الحرب هم الربا لماذا؟ لأنها حقيقة تفقد توهن المجتمع كيف توهن المجتمع من خلال أن تجعل الدخل الحقيقي للفرد يتآكل قد تحصل على ذات الراتفة نهاية كل شهر وهذا شيء طبيعي لكن إذا أنا كنت مؤسسة إنتاجية أقترض من أجل أن أنتج أنظر أنا أقترض من أجل أن أنتج وأحقق سلعة هذا سيترتب عليه زيادة في تكلفة التمويل بالنسبة لي كمنشأة سيترتب على ذلك أني سأقوم بزيادة الأسعار وبالتالي للمستهلك النهائي هو من سيتحمل هذه الزيادة سنخفض قوته الشرائية هذا بمثال بسيط لكن إذا تحدثنا عن دور المصارف التقليدية في ضغط مويل وبالتالي إحداث التضخم فبالتالي الدخول الحقيقية سوف تنخفض قد تحصل على ذات المبلغ من ناحية الكم لكن القوى الشرائية تنخفض وهذا يؤدي إلى إفقار المجتمع وهذا هو الدور السلق ولكن حتى عندما يكون هناك تضخم حتى الأصول الموجودة في البنوك أيضا تتأثر في التضخم إن الأصول بشكل عام تقسم إلى أصول مالية وأصول حقيقية فبالتالي العملة قد تفقد شيء من قيمتها لكن العقار على سبيل المثال وشاهدناه كثيرا في سوريا بمجرد حصول أي شيء ترتفع أسعار العقارات فهي أصل حقيقي هذا الأصل الحقيقي يستجيب أو يتجاوب مع التقلبات الاقتصادية بارتفاع قيمته لكن انخفاض القوى الشرائية لللير على سبيل المثال مقابل دولار كم انخفض عدة مئات من المرات من المتضرر؟ الموظف الذي كان يحصل على سبيل المثال على ما يكافئ مئتي دولار في الشهر يحصل الآن على ثلاثين دولار أو أربعين دولار انظر إلى القوى الشرائية هل أسعار بقيت على حالها؟ لا تضخمت ارتفعت وهذا هو التضخم ألم يحصل إفقار للشعب السوري؟ حصل إفقار هذا مثال بسيط ولكن ألم تتأثر المصارف الربوية أيضا؟ لا شك بتأثر العملة المحلية سوف يحصل تأثر لكل العاملين تأثرت المصارف الربوية وبطبيعة الحال هذا من يدها هذا ما جنته يدها لكن الأصل نحن لا نتحدث عن تأثر مصارف ربوية نحن نتحدث عن المجتمع فالأصل أن الاقتصاد وجد ليخدم المجتمع لم يوجد ليخدم فئة قليلة هذه الفئة تزداد فراءا وفي حين أن الأكثرية تزداد فقراء وهذه هي العلة دعني أقول لنفترض فيما يتعلق بالعمل المصارف الاسلامي والتقلقي سأعطيك مثال يعني لنقترب من الناس بشكل أكبر لنفرض أن شخص ذهب يريد أن يقتني سيارة في سوريا أراد أن يذهب إلى بنك هذا البنك في البداية هو بنك تقليدي بنك ربوي قال له أريد أن أقتني هذه السيارة وسعرها سبعمائة ألف ليرة سورية سيقوم البنك الربوي بإقراضه قال له سأقرضك خلال سنة سوف تعطيني المبلغ بفائدة خمسة بالمئة ثم هذا الشخص ذهب إلى بنك إسلامي وسأله أريد أن أشتري هذه السيارة وقيمتها سبعمائة ألف ليرة سورية قال له سيكون قيمة الفائدة هي سبعة بالمئة إذن كشخص سيقول لا أذهب إلى البنوك التقليدية لأن ذلك أربح بالنسبة لك فقط للتصحيح المصرف الإسلامي لا يقول لك قيمة الفائدة يقول لك لديه معدل ربح هذا أولا ثانيا ولكن الناس تفهمها بالأخير فائدة أن نستفهمها كذلك لأنهم لا يعلمون واجبنا أن نوضح لهم إلى القدر الذي نستطيع أن نوضح لهم ولهم القرار إن شاءوا أن يأخذوا هذا أو ذاك وكل نفس بما كسبت رحينا هذا أمر نفرغ منه الحالة الأولى أنت قلت سأذهب وأحصل على قرض أي سأحصل على مال سأخذ هذا المال قد أشتري هذه السلعة قد لا أشتريها قد تكون قيمتها الحقيقة كذلك وقد لا تكون لكن سأحصل على مال وسأرد مال أما الحالة الثانية أريد أن أشتري أصلا بعينه سلعة بعينها أقول للبنك أريد هذه السلعة يذهب بالبنك يقتنيها تنتقل إلى ملكيته وحيازته بالكامل ثم يقوم ببيعها لي إذن كما أسلفنا المشكلة ليست في المدة الزمنية ولا المشكلة في معدل كلفة التمويل لأن هذه الأمور تحكمها الظروف السوقية الظروف السوقية لتحكم الكلفة والمنافسة أيضا تلعب دور في هذا الكلام لكن العامل الحاسم أن السلعة دخلت وسيطا أي أن لهذه القيمة المالية قيمة اقصادية حقيقية تكافئها لم يترتب عنها عملية التضخيم للتمويل ولم تكن العملية أن النقود تلد النقود إنما النقود جلبت سنعة أو خدمة هذا هو الفارق ببساطة بين النصارف الإسلامية والتقليدية نعم دكتور سوف نكمل هذا الحديث ولكن بعد الفاصل مشاهدين الكرام أرجو أن تبقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام نتابع هذه المادة حول الطرق التي تستخدمها المصارف الإسلامية للتمويل اشتركوا في القناة أهلا بكم دكتور محمد ثماني طرق للتمويل تستخدمها المصارف الإسلامية لو تحدثنا ما هي الفوارق ومتى يستخدم كل طريقة دعنا نقول أن هناك العديد من الأساليب أوصيب التمويل والاحتمار التي تقدم من خلالها المصارف الإسلامية عملياتها وأنشطتها التمويلية بشكل أساسي هناك ثماني أساليب رئيسية وطبعا الأسلوب الأكثر شيوعا ومعرفة من قبل الناس هو المرابحة والذي فيه تفاصيل كثيرة وله عدة أنواع والمرابحة هو بيع من بيوع الأمانة في الاقتصاد الإسلامي وبيع الأمانة يعني أن آتي وأقول لك اشتريت هذه السلعة بكلفة كذا وأريد عليها ربحا مقداره كذا هناك نوع آخر من البيوع هو بيوع المساومة لكن بيع المرابحة هو بيع من بيوع الأمانة وهو الصيغة الأكثر انتشارا واستعمالا وحقيقة كلما زادت درجة استخدام بيع المرابحة هذا يعطي مؤشر أن المصرف الإسلامي لم يصل إلى مرحلة موجة التي يستطيع من خلالها استخدام أدوات الاقتصاد الإسلامي الحقيقية أو أدوات التمويل الحقيقية التي تحقق التنمية الاقتصادية فهو شكل من أشكال البيوع هو أصبح المصرف الإسلامي بمثابة تاجر يقوم بعمليات البيع والشراء النوع الثاني كما تحدثنا المشاركة والمشاركة هي حقيقة يمكن أن تحقق تنمية اقتصادية حقيقية على سبيل المثال أنت كشخص لديك فكرة إبداعية أو لديك القدرة على أن تقوم بعمل ما ولكن لا يوجد لديك التمويل فبالتالي يمكن بالنسبة لنا أن نجلس ونعمل شركة مع بعض نقوم بتأسيس شركة هذه الشركة تساهم أنت بجزء من المال أساهم أنا بجزء من المال وأقوم أنا بعملية إدارة هذا النشاط أو يتم الاتفاق على أسلوب إدارة شاركت في التنمية تأسيس شركة وفق الأثوث أو النظم القانونية الموجودة في البلد طبعا يجب أن يكون محل عمل الشركة هو شيء حلال أي يجوز وفق حكام الشريعة الإسلامية فلا يجوز تأسيس مشاركة على سبيل المثال في معمل لإنتاج الخمور فيجب أن يكون العمل قيد المشاركة هو عملا حلال المضاربة وهو النوع الثالث المضاربة هي أن يكون لديك المال وتبذل أنت المال وأبذل أنا العمل وبالتالي أنت أعطيت مال على سبيل المثال من أجل أن أقوم بالاتجار به في شيء معين فأنا أقوم وأبذل جهدي في ذلك إن ربحنا نحدد مسبقا نسبة اقتسام بالربح وإن خسرنا فالمصرف الإسلامي يخسر ماله والمضارب بالعمل المصرف الإسلامي في هذه الحالة يسمى المضارب بالمال أما بالنسبة للعامل يسمى المضارب بالعمل فيخسر جهده ولا يكون ملزما برد المال إلى المصرف الإسلامي إلا إذا ثبت تعديه وتقصيره والمضاربة بالمناسبة هو ما تستخدمه المصارف الإسلامية حين تحصل على التمويل من الموضعين فتحصل على التمويل منهم وتقوم باستثماره وهذا له تأصيل فنتحدث عنه المضاربة هنا لا يقصد بها المضاربة في أسواق المال لا لا يقصد بها المضاربة بمعنى سبيكوليشن المضاربة على الأسهم والسلم ولكن المضاربة من الضغف الأرض مضاربة وعلى الضراب تماما أي العمل السلم السلم وهو صيغة التي تستخدم في الإنتاج الزراعي وهو حصرا يكون في العمل الزراعي ويمول القطاع الزراعي دكتور ما هو المقصود بالاستصناع؟ تمام، الاستصناع هو أن يدخل أو يطلب من طرف أن يقوم بصناعة عين غير موجودة وهنا المصرف الإسلامي قد يلعب ثلاثة أدوار أولا قد يكون المصرف صانعا أي يقوم هو من الشركات أو المؤسسات أو المشاريع التي يمتلكها بصناعة عين معينة وبيعها للعميل مثال على ذلك أنا شخص أريد على سبيل المثال آلات للتعبئة والتغليف آتي عند المصرف وأقول له أريد أن أشتري منك آلات للتعبئة والتغليف فإذا كانت لديه شركات تنتج هذه الآلات فيقوم ببيعها لي وتمويلي في هذه العملية ويطم الاتفاق على شروط السداد فهنا يكون المصرف صانعا ويمكن أن يكون المصرف الإسلامي مستصنعا أي أنا كشخص أريد آلة تعبئة وتغليف أتيت إلى المصرف طلبت منه أن يموّلني استصناعا لشراء آلة تعبئة وتغليف وهو لا يوجد لديه منشأة تقوم بهذا الانتاج فيذهب إلى طرف ثالث ويطلب منه إنتاج هذه السلعة أو هذا المنتج ثم يقوم ببيعه لي نعم تمام وهناك الاستصناع الموازن وهو المثال الذي ذكرناه فبالتالي في هذه الحالة يكون المصرف مستصنعا ومستصنع استصناعا موازن أما يكون مستصنعا على وجه التحديد بأن يطلب لنفسه سلعة من أجل أن يقوم أو منتج من أجل أن يقوم هو باستخدامه في عمليات الإنتاجه فهو يكون مستصنعا في هذه الحالة إذن سألخص يكون المصرف صانعا إذا أنتج السلعة أو الآلة على سبيل وباعها لطرف ثاني يكون مستصنعا إذا طلبها من طرف آخر لحسابه ويستصنع استصناعا موازيا إذا طلب منه شخص آلة معينة وذهب هو كوسيط لطرف ثالث فقام بشرائها استصناعا ثم باعها للطرف الأول هذا هو الاستصناع وهو يخدم تمويل القطاع الصنوعي المزارعة والاستصار المزارعة والمساقات تدخل في ما يتعلق بدعم القطاع الزراعي كأن يتم الاتفاق بين الطرفين أحدهما مالك الأرض على سبيل المثال والآخر هو العامل على أن يقوم بالزراعة بزراعة أرض معينة ويقتسم معا أو بنسبة معينة المحصول الناتج أو المساقات وهي تدخل في سياق خدمة الأرض وحرثها والاهتمام بها وتنميتها فيكون المساقي شخصا يعمل بأجر والإجارة هي؟ الإجارة هي من إحدى الصيار أيضا الأكثر رواجا وانتشارا وتأتي بشكل عام بعد المرابحة وتكون في أغلب الأحوال فيما يتعلق بعمليات شراء العقارات وهناك الإجارة التشغيلية والإجارة التمويلية الإجارة التمويلية التي تنتهي بالتمليك والإجارة التشغيلية ففي الإجارة التمويلية التي تنتهي بالتمليك ذهبت إلى المصرف طلبت منه أن يشتري لي بيتا بعقد إجارة فيشتري البيت ثم يبيعه لي فأنا هنا والنفترض أن ثمن البيت مليون على سبيل المثال فبعه لي إجارة مليون ومئة والنفترض فأنا أقوم في كل شهر بسداد جزء من قيمة الإيجار الشهري وجزء من القصط الذي أتملك بموجبه المنزل ففي نهاية مدة عقد الإجارة وعادة تكون طويلة الأجل ينتقل ملك البيت لي ومع الزمن المصرف تتناقص ملكيته وتزداد ملكيته المستأجر الذي اشترى البيت إجارة وهذه هي الإجارة التمويلية للأسف دكتور لقد تداركنا الوقت أشكرك جزيل أشكر دكتور محمد عبد الحي دكتور في العلوم المالية والمصرفية والشكر الموصول لكم مشاهدينا الكرام دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة